للمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري جرمين تضعينا في الصورة ما تفاصيل اللقاء اليوم بين سامح شوكري ونظرته البلغرية نعم بعد التحية نتابع معكم من مقر وزارة الخارجية تفاصيل اللقاء المشترك بين وزير الخارجية المصري سامح شوكري ونائبة رئيس الوزارة وزارة الخارجية البلغرية ماريا جابرييل في خلال زيارتها لمصر هذه الزيارة التي جاء خلالها عقد جلسة مباحثات بين الطرفين إلى جانب أيضا ترقص الدورة الأولى من اللجنة المشتركة بين مصر وبلغرية بحضور عدد من الوزراء من الجانبين خلال هذا اللقاء وخلال أيضا المؤتمر الصحفي الذي انتهى منذ قليل أكد الطرفان على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وهذا يأتي في إطار حجم الزيارات المتبادلة بين الطرفين خلال الأعوام الماضية وأيضا الحديث عن استمرار تأييد مصر وبلغرية بعضهم لبعض خلال المحافل الدولية أيضا خلال هذا المؤتمر تم التأكيد على العمل على زيادة التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الاقتصادي وأيضا التبادل التجاري وتم الحديث أيضا عن التعاون في عدد من المجالات كما ذكروا منها مجال الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعية والعمل أيضا على زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة ودخول الشركات البلغرية إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأيضا يصال الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي بشكل موسع وأيضا منطقة جنوب شرق أوروبا أيضا ثمنت وزيرة الخارجية البلغرية على الجهود المصرية في إصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في الوقت الذي أكد أيضا في وزير الخارجية سامح شكري على أن مصر تعمل بشكل مستمر من أجل الوصول إلى وقف إطلاق نار وأيضا العمل على إيجاد هدنة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أيضا تم تناول عدد من القضايا المحورية الأخرى منها الحديث عن الأزمة الروسية الأوكرانية وعدد أيضا من الملفات الخاصة والتي تهم المصر وبلغرية أيضا على هامش هذه الزيارة تم توقيع عدد من المذكرات التفهم في قطاع الغاز وأيضا في قطاع العسكري بين الطرفين أيضا في إطار هذه الزيارة التقت أيضا وزيرة خارجية بلغرية رئيس الوزراء في مقر رئيسة الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة وأيضا في هذه الزيارة تم التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين البلدين وأيضا خاصة في مجال الأبنى الغذائي مع ما يتعلق بتوريد القمحة البلغاري لمصر وأيضا تصدير الفواكه والخضروات والموالح المصرية إلى بلغرية أيضا تم الحديث عن إمكانية توفير منطقة خاصة بالشركات البلغرية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والحديث أيضا عن التعاون في مجال الطاقة وأيضا منع الهجرة غير الشرعية من خلال التعاون مع بلغرية بشكل خاص وأيضا مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام أعود إليكم مرأة أخرى في الاستراتي أشكر جرمين إبراهيم مرسلة التلفزيون المصري كنت معنا مباشرة من مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر